ينولينا من الجزائر مراسل الغد حسان جزائري حسان بحسب الأمين العام المساعد للجامعة العربية تم إعداد مشروع قرار خاص بكل مسألة مدرجة على جدول الأعمال الذي سيعرض أمام القادة بعد غد مع انطلاق القمة هل يعني ذلك أنها ستكون قمة قرارات حققية وفعلية؟ نعم محمود من خلال تصريحات الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسان زكي يتبين بأن وزراء الخارجية العرب اتفقوا على كل النقاط التي ستكون مدرجة في جدول أعمال الدورة حتى النقاط التي كانت محل خلاف بين عدد من الدول ما يعني أن اجتماع القمة بين الرؤساء والملوك والقادة العرب سيكون لتجسيد هذه القرارات والبحث عن آليات لتنفيذها في أرض الواقع بعد أن تم تجاوز النقاط الخلافية والتوصل إلى رؤى توافقية حولها خلال اجتماع وزراء الخارجية وكان هناك شق سياسي للمحادثات يتعلق بالنزاعات والصراعات وكذلك الأزمات التي تشهدها بعض الدول العربية وكانت القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال المحادثات بين وزراء الخارجية العرب باعتبارها القضية المركزية في خلال الدورة الواحدة والثلاثين لاجتماع جامعة الدول العربية وقد أكد وزير الخارجية الفلسطيني بأنه تم تباحث مختلف المسائل على ضوء مخرجات إعلان الجزائر الذي تلى مبادرة لم شمل الفصائل الفلسطينية التي كانت هنا في الجزائر منتصف الشهر الحالي كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة عربية برئاستها الجزائر لمتابعة مخرجات المصالحة الفلسطينية ومدى تطبيقها في أرض الواقع والتزام مختلف فصيل بهذه المخرجات باعتبار هذا الأمر ضروري في ظلية تطوراتها الحاصلة في فلسطين والاعتداءاتها المتكررة من قبلها لاحتلالها الإسرائيلي حتى أصبحت هذه الفرقة والانقسام الفلسطيني حجة لدى الاحتلال من أجل عدم تطبيق القراراتها الدولية بخصوص الأزمة الليبية كان هناك نوع من الاختلاف حول عدد من النقاط لكن الخطوط العريضة المتعلقة بالأزمة كان هناك اتفاق حول مخرجات منها ضرورة العودة إلى المصار الانتخابي بأن الانتخابات هي وحدها الكفيلة بتجاوز هذه الأزمة لكن يجب أن تسبقها مصالحة وحوار ليبي ليبي بالتشاور وتأطير من جامعتها دولها العربية وأيضا دول جوار ليبيا من ضروري تفعيل هذه الآلية باعتبار أن دول جوار ليبيا تعيش ربما إنعكسات أمنية جراء تدهور الأوضاع الأمنية في الداخل الليبي كما أيضا تم إدانة كل التدخلات الخارجية في القضايا العربية وباعتبارها ستكون ضمن الأولويات التي ستكون حاضرة أمام القمة وبالنظر لتصريح وزير الخارجية أن هذا الاتفاق أسس لمرحلة جديدة وأرضية جديدة ستنطلق من الجزائر وبرعاية الجزائر تحدث عن أن هناك أليات تنفيذية لترجمة هذا الاتفاق هل من معلومات حول هذه الآلية؟ الآلية التنفيذية كان يقصد بها وزير الخارجية الفلسطيني هي تشكيل لجنة متابعة وهذه اللجنة تم التحدث عنها في إعلاني الجزائر هذه تكون لجنة عربية بقيادتي الجزائر من مهامها الرئيسية متابعة مدى التزام الفصائل الفلسطينية بمخرجات إعلاني الجزائر حتى لا يبقى هذا الإعلان مجرد حبر على ورق ولا يكون مآله مثل مآل المصالحات السابقة لأن الانشقاق والانقسام الحادث بين مختلف الفصائل الفلسطينية أثر على القضية سواء على المستوى الداخلي أو حتى على المستوى الدولي لدى الأمم المتحدة وأضحت تلك القرارات غير قابلة للتطبيق في ظل الانقسام الحاصل ومن أهم ما أكد عليه إعلان الجزائر بأنه من الضروري إجراء انتخابات عامة في غضون سنة تكون فيها انتخابات رئاسية وأيضا انتخابات برلمانية وهذا ما وافقت عليه مختلف الفصائل هذه النقطة مهمة جدا إذا تم تجسيدها في أرض الواقع وكانت هناك متابعة من قبل هذه اللجنة العربية المنتظر تشكيلها من المنتظر ربما أن نصل إلى نصف الطريق على رأي مراقبين وسيكون هناك بوادر أمل في تجاوز الانقسام والانشقاق في الداخل الفلسطيني اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر